التقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة لواء حسنة بلقاسم رئيس دائرة الاستعمال والتحضير رئيس الوفد العسكري الجزائري الذي يزور مصر حاليا ضمن فعاليات لجنة تعاون العسكري المصري الجزائرية تناول اللقاء عددا من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك فضلا عن بحث أفاق التعاون العسكري في العديد من المجالات بين الجانبين وأكد الفريق أسامة عسكر حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة أواصر تعاون في مختلف المجالات العسكرية بما يعود بالنفع وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة للبلدين من جانبه أشاد رئيس الوفد الجزائري بالجهود التي تبدلها مصر وقواتها المسلحة لدعم جهود الأمن والاستقرار بالقارة الإفريقية مؤكدا حرص بلاده على دعم أفاق التعاون العسكري خلال المرحلة المقبلة